أتابع ذلك معي هنا في الأستوديو السيد راسل هورث المدير العام لتومسون رويترز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دعوني أرحب بوجودك معنا في جلسة الأعمال ونتسأل عن آخر استحواذاتكم زاوية لماذا زاوية بالتحديد وهل تم الاستحواذ على الموقع فقط أم زاوية بكل تفاصيلها إن زاوية اسم معروف وأيضا لديها معلومات وبوابة معلومات مهمة جدا ولديها الكثير من المنتجات التي تركز على المعلومات الاحترافية المالية في الشرق الأوسط ولديها الكثير من الأمور الفريدة فيما تعلق بإغطاء الأعمال ونحن مهتمون بمعرفة الكثير حول ديناميكيات هذا العمل وأيضا الخارطة الاقتصادية والسياسية في المنطقة ولديها الكثير من المحتويات الفريدة حيث أنها بالنسبة للمعلومات المدرجة وغير المدرجة للشركات الموجودة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهذا المحتوى أيضا يدور حول المشروعات والمعلومات الخاصة بالمشروعات مثل المناقصات التي يتم عرضها فيما تعلق بالإنشاءات وأيضا شركات الصناعية ولديها أيضا القدرة على أيضا أن تدرج البيانات الخاصة بالسكوك والسندات في المنطقة ولديها الكثير من المجالات وهي بالطبع وثيقة السقة الصلاة بالكثير من الأعمال في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيد راسل زاوية فيها كثير من الموظفين في المجالات البحثية والفنية إلى ما ذلك ما هو مصير هؤلاء العاملين بعد عملية الاستحواذ نحن متحمسون جدا فيما يتعلق بالاستحواذ خاص بزاوية ونعتقد أيضا أن هناك قدرة قوية جدا ومحتوى قوي جدا وعلمة تجارية أيضا لديها ثقل في المنطقة وأيضا الأشخاص وقدراتهم كما ذكرت من قبل مهمة جدا بالنسبة لسونسون رويترز وبالتالي فإن الأشخاص الموجودون في مركز المعلومات اللبناني أيضا والأشخاص الذين يعملون في دبي لهم قيمة كبيرة في التشغيل لدى تومتون رويترز وسوف يحتفظون بعملهم وسيكون ذلك مفصل عن المنتج الخاص بثونتون رويترز وأيضا نقوم بعرض أيضا الكثير من الثلاث القوية من المنتجات وأيضا المنتجات الخاصة بالإنترنت وأمس أيضا كان المحتوى الموجودة أيضا على المنصة كان قد تم تعزيز حيث أن هناك أيضا الأخبار الخاصة برويترز وأيضا المشتركين في زاوية الذين يعتبرون إضافة جيدة للمنتجات وبالتالي الأشخاص الموجودين في العمل من قبل يعتقدون أن هناك الكثير من التفاؤل الخاص بالعمل ونحن سعداء متفائلون فيما تعلاق بهذا العمل وهذا أيضا يزيف قيمة كبيرة لهذا العمل وأيضا إلى زاوية وبطريقة ما وبدرجة كبيرة وأيضا لعملاء زاوية زاوية لديها علاقة أو ارتباط مع داو جونس كيف سيكون شكل هذه العلاقة الآن بعد عملية الاستحواذ نحن لا نرى أي تغيير في العلاقة مع داو جونس ولقد كانت موجودة هذه العلاقة مضاعدة سنوات وأيضا ثومتون رويترز بالعمل مع داو جونس أيضا بطرق عدة أيضا ونحن نتوقع أن هذا العقد سوف يستمر مع زاوية وأيضا سوف نضيفه أيضا بعد الأخبار الخاصة بثومتون رويترز وأعتقد أيضا أن العمالاء لديهم الكثير من المصادر لرؤية الأسواق في الشرق الأوسط وشمال إفراقيا من وجهة نظري أخرى وأعتقد ذلك مهم جدا للسوق التي نعمل فيها حاليا تعتبر هذه الصفقة ثاني عملية استحواذ لرؤيترز في هذا العام الحالي هل نتوقع استمرار هذه العمليات؟ أنت على حق فلقد قمنا ببعض الصفاقات في فترة قصيرة وثومتون رويترز بالطبع بشركة كبيرة جدا ومعروفة عالميا ولديها الكثير من الاستحواذات ونحن نستمر في الاستحواذ وأعتقد أننا سوف نتوسع في محفظة أعمالنا وبعض الأشخاص لا يعلمون أن ثومتون رويترز تعد أكثر من كونها شركة إعلام أو شركة إعلامية بل نقوم أيضا بالكثير من النواحي الرقبية المالية ولدينا الكثير من العمل وهي تقدر بحوالي 50% من عملنا ولكن نشتغل أيضا في الكثير من الحسابات الضريبية والنحية العلمية وأيضا النحية الإعلامية والقانونية وبالنظر إلى ونحن نسعى إلى تنويع خطوط أعمالنا أيضا ونسعى إلى أن نقوم بأن نكون في نمو وذلك من خلال الاستحواذات وذلك عالميا ليس في المنطقة ولكن خارجين أيضا دعني أسأل السؤال الذي عندما يسأل مثل هذه الصفقات لا يكون هناك حماس للإجابة عليه وهو قيمة هذه الصفقة لكننا في كل الأحوال نتقبل كل الإجابات هذا سؤال تسألونه دائما عندما أولا نحن ملتزمون بعدم البوح بقيمة الصفقة ولكن أيضا بالعودة إلى الواقع أن ذلك يعد قيمة جيدة جدا بالنسبة لنا وأيضا هناك قيمة جيدة فيما تعلق بالمحتوى وهذا يضم الأشخاص الذين لديهم مهارات والعلامة التجارية الجيدة في المنطقة والقيمة بالنسبة لنا نحن لسنا بالمستثمرين الماليين ولكن أيضا نرى قيمة على المضاء الطويل وأعتقد أن هذه قيمة جيدة جدا بالنسبة لنا إجابة جيدة تشبه رويترس أنا أشكرك سيد راسل هاورث المدير العام لتومسون رويترس في شقراء أوسط الشمال الأفريقية أشكر وجدك معنا في جلسة الأعمال لهذه الليلة شكرا شكرا